شكرا 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 وشكرا شكرا لنقف جميع الدول العربية ونقذ التعطب النجاح الخدمة قوة لأن ريفيين نظمون أن نقعون في جميع الدول الأوروبية وديج الإنجاج يمغى لأن نحجل جيد الحركة وزمع أن نزع الوجوهها وأن نزع ريفيين مولن وش نقص بأن رمخزن يصفض من غاس من غاس يمغى يعتقل يقماع سيف مثل الغرحات ينظل يضحك ميثا ويبتالي وغاس من غاس ينوعد من غاس السفوية في حين أننا نعاد نقص بزار ونصفه شيء وشيء يرى نكتفص الاحتجاجات السلمية عن مطالب اقتصادي واجتماعي لكن قانون الدولية لأن نغرحك باش أثنجع المرين قاد يدور وقالوا قاد يغرق إثما ثناغ وقالنا غانق المسائل نظن يمكن أن نغرحك أثنج مشاكل على المستوى الدولي لأننا غانق دين قوانين الدولية لأن نغرحك باش أغاس نلجأ باش ندافع خيث مثنا ندافع خلق حبوق النغلش أنا نزعر حقيقة مني توقيع أن أعرف يتبين بأنه ذي نجل الحق بأنه يوذانا غازوك نصفان إنه المشاكين ذي نتاريخية ربما غاس نخلفية ذكر إلى محمد بن عبد الكرام مختار يعني يوذانا غاس نجل عقدة تاريخية ذكر إلى الفترة العشرين فترة المقاومة غاس نجل العقدة وبالتالي الزوات صفانة كيف نغروخ من خلال الاعتقالات من خلال نشين قاسن عن مطالب مثلا غاسن احتجاجات سلمية غاسن مطالب اقتصادية اجتماعية وثقافية السلمية السلمية في السرنت في السرنت وش ناسي في التوضيح غير محاضر بأن السلمية السلمية هي ديجن كلمة سرية تقصد نزقس بأن ذاكس المواجهة نقاص نشين نزل حقوق اقتصابية اجتماعية قانان كني انفصاليا وبالتالي اثما اتحكم مثل انفصال وزع الاستقرار وتهبيه في واحدة طرابية لننشين نقاص مارك اني ذو قاعد اتبدرم العقلية اتبدرم الاسلوبة طاح نزل نزل انفصاليا نقدم في اطار القانون غان نقر حق القانون اتشان نقدم الطالب لتقرير المصير اللي عاد دولي حقوق المدنية وسياسية وبالتالي مارد درق ايض مثلا وقاعد اتبدر المنية وقاعد اتحكم الخصوصية نعرف وقاعد المصالح الحقيقية انشين غان ميز غان ندافق الحقوق بالقانون الدولي خاصة عاد دول حقوق المدنية وسياسية وانا ذاك اكس معظم اجل معركة قانونية حقوقية ربما ستمتد عبر الاجيال مارو كاذبها من يخف سنين طاجر وخل احكام غير ان قطار بضبش برق نايف ماذ ناق اذب الدريل العقلية مارو كاذب الدريل العقلية غان غز زاف مك يس غان غاق وانش نين حقيقة نري محكمة المراكش وطلب تقرير المصير وانش نقص مطالب اقتصاد واجتماعي قانان كن انفصال حمجي لازون تقرير المصير قد ان امكان من ناحية القانون الدولي وكبار نفيد قوان الاتجاية مستعد نفس ان مشاكل على المستوى الدولي وغن دافع الحقوق النغ الحقوق عرفيا سنة القانون الدولي لان نجنين الخصوصية يخص اتنحتار الحكومة المركزية في المخز النظام سياسي يخص احتار الخصوصية نيرفيا الخصوصية تقافية خصوصية سياسية خصوصية تاريخية اتنحتار نشي لحد الان طلب مطالب اقتصادية اجتماعية وثقافيا نستي من نا يو دان اثن اقتصادية 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 باش ندفع خير فين باش ندفع خيث مذنق لهذا نقاسم باننا عضغ هكوم الوقت باش ندرقم ايث ما نغني جنج غير حبوسات غذا ندرقم كورشي اصلا ندرقم كورشي تستجب من المطالب مو تجيق اقتصادية 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 جانبا اولا الخطوات القانونية ستأتي بشكل تدريجي هناك الالية الدولية لحقوق الانسان الالية الدولية لحماية حقوق الانسان طبعا استنادني للمواتق الدولية التي صادق عليها المغرب وهذه يعرفها الجميع وهي الالية قانونية محضة لا تعني انه هناك استقواء بالخارج فهناك الالية المنصوصة عليها خاصة المتعلقة بالتعذيب نحن نقول بان المعتخلين وقد اكدوا ذلك بانهم تعرضوا للتعذيب والمعاملات القاسية ولا انسانية قدمنا شكاية في الموضوع ولحد الان لم يتم تعاطي معها بشكل جدي هناك كذلك مقتل عمد العتابي تقدمنا بشكاية تتضمن نقاط مفصلة لحد الان لم يتم تعاطي معها بشكل ايجابي ولدينا حجاج وادلة تؤكد مقتل عمد العتابي سنكشف عنها لاحقا هناك كذلك عدم احترام الحق في الاحتجاج وكذلك عدم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقة الريف وكذلك بعض المناطق الاخرى مثل منطقة جرادة نحن بسدد وهذا يخول له يعني هذه صلاحيات مخولة بمقتضى القانون الدولي شنلجأوا لتفعيل الاليات الدولية كما انه هناك مصاطر اخرى تنص على ينص عليها القانون الدولي اذا تماد المسؤولين في هذا المقاربة القمعية وفي قمع الاحتجاج السلمية وفي كاتكم من الافواه وفي المحاكمات السورية المحاكمات التي تحدد الان في الحسيمة وفي الضربدة هي تكرار للمحاكمات التي عرضها المغرب خلال الثمانينة لأن هناك توجه رسمي لاخفاء الحقيقة توجه رسمي لولا الاعلام البديل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي لما وصلت الحقيقة الى الرأي العام المحلي وكذلك الدولي والفضل كل الفضل يرجع الى المواقع الالكترونية والاعلام البديل وكذلك صفحة الفيسبوك هناك كذلك هناك هناك طبعا هناك حقوق ومساطر اخرى منصوص عليها في القانون الدولي بما فيها العهد الدولي حقوق المدنية والسياسية سنعلن سنرجع إليها لاحقا في حالة التمادي لأننا سنكون أمام جهة هي منطقة الريف يعني هناك يأنذاك إذا تم التمادي بهذا القمع وبهذا الحصار وبهذا وبهذا التهجير هناك تهجير لساكنة المنطقة وهذه المحاكمات السورية سنضطر الى اللجوء الى القانون الدولي لحماية والقول بأن وجود هناك جهة وساكنة وشعب أقوله شعب لأن هناك ما يسمى في القانون الدولي بحماية الشعوب الأصلية سنجدوا لتفعيل مصاطر متعلقة بحماية الشعوب الأصلية ومن بينها الشعب الريفي لن يتم سيد البشكاوي الانتخال الانتخال الى وضع شكايات ضد الأشخاص الذين نعرف الآن بأنهم يحركون المشهد السياسي المغربي من وراء السطا وهم شخصيات يزورون أوروبا بشكل تقريبا مستمر لماذا لا يتم وضع شكايات ضد هؤلاء الأشخاص من أجل متابعتهم على الأراضي الأوروبية نعم كبعا عندما يتم تقدم شكايات أمام أمام البلدان الأوروبية طبعا سناد إلى القوانين الأوروبية واتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هذه تختار بعض الشروط مثلا كأن يكون الضحايا من ذوي الجنسية الأوروبية أو لديهم عائلات هناك يمكن لجوء إلى هذه المساطر أو في حالة حدوث انتهاكة جاسمة أو ما يسمى بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب طبعا هناك سيتم النقاش هناك الحمد لله لدينا هناك كفاءة قانونية هناك بعض المحامون الذين يشتغلون هنا على بعض بعض المستوى بعض النقابات هنا في فرنسا وفي بعض المدن الأخرى سنناقش هذه الإمكانية هذه الإمكانية على اعتبار أن هناك من تعرض للانتهاكات وهو يحمله جنسية طبعا جنسية من أحد الجنسيات الأوروبية يمكن تقدمش شكاية أمام تحقيق هنا في الدول الأوروبية هل يتعرض الأستاذ بشتاوي لمضايقات من طرف النظام المغربي بعد مغادرته طبعا جاء كنتيجة بعض تفكير عميق وكنتيجة للمضايقات أنني أصبحت أتابع وأحاكم على التصريحات الصحفية وعلى التدويناتي وعلى مواقفي وعلى حتى المواقف التي استخلصتها من الدفاع عن معتقل الحرك الشعبي بالريف والدفاع عن الحقوق والحرية طبعا هذه المضايقات وصلت إلى حد تقديم شكاية من طرف وزير الداخلية بسبب تصريحات صحفية وكذلك تقديم شكاية من طرف عامل عمال ولي عامل عمالة إقليم الحسيمة بسبب تدوينة الإلكترونية والكل يعرف بأنه صدر حكم بعشرين شهرا ولكن الأمر أظن بأن هناك كانت هناك ملفة أخرى تطبخ على اعتبار أن اسمي ورد في تدوين مجهولة المصدر موجودة ضمن الملف الذي يحاكم به المعتقلين في التربضة وقد تطرق كوزير العدوى الحريات في حكومة الريف وفق تدوينة مجهولة المصدر يعني فيها مجموعة من الأسماء من ذنبها ناصر زفزافي وبالتالي أنا كذلك كانت هناك مراقبة للهاتف مراقبة لصيقة بحيث أن هناك الأشخاص يتم طبعا سيتم يعني أظنها بشكل مخالف القانون لأنه هاتف هو هاتف العمل وهي لا يمكن تجسوس على ومراقبة الهاتف المحامل هنا يعتبر جزء من المكتب وكذلك هناك مراقبة للمنزل هناك مراقبة للمكتب هناك استفزاز المقيلين هناك استفزاز شخصية وتهديدات شخصية وبالتالي اضطررته إلى مغادرة الوطن وأؤكد وأحذر أنه محاولة لاستصدار مذكرة البحث دولية سأجه إلى تقديم لجوء السياسي على الاعتبار أنه اضطهت بسبب الآراء وبسبب المواقف وهناك كذلك بالإضافة إلى هذه المتابعات كما تعلمون أن هناك سريع للمحاكمة محكمة الاستيناف عكس يعني بالعكس ما يتم العمل به في الملفات في جميع الملفات وهناك كذلك هناك محاولة وهناك مصطرة لإيقاف من العمل أو تشطيب لكي لا أستفيد من الحماية التي يوفرها القانون للمحامون هذا يؤكد على استمرارية العقلية التقليدية ويؤكد على زيف الشعارات الرسمية من خبير دولة الحق والقانون المواطنين يعانون من العقلية التقليدية وبالتالي يؤكد يؤكد بشكل الملموس وهذا ما حدث احتف جرادة أنه زيف شعارات هناك المبررات القول بأن رفع العالم المقاومة وأن إجرادة رفعوا عالم المغرب ورفعوا صور الملك لكن رغم ذلك تم التعام بقسوة وهذا يدل بأن هناك عقلية تتعامل بالأساليب التقليدية ولا تريد دولة الحق والقانون مخافة عن مصالحها وعن أموالها التي تراكمت بفضل الفساد والنهب وطبعا التهرب من القانون شكرا ملك الله ملك الله شكرا لك شكرا لك شكرا وطبعا ملك الله شكرا الموت ولا المدلة المترجم للقناة